طب نيجي هنا بسرعة عشان اعمل الجوزية بصوا بقى انا معايا العسل اهو لا ثانية واحد ثانية بصوا هيك ده اهو اهو ده اللي انا لسه عاملتو لجوزية بس هنحط حاجة هنا هحط لها زبدة معلقة الزبدة كده سيحة في العسل ده ده اللي بيختلف بقى طعم الجوزية عن الايه عن العلف التاني هي كده اهوصل معايا معاكو هي اه تلت كبيات من جوز الهند معلقة كبيرة من الزبدة احط عليها زبدة ما احطش مش مشكلة وححط لها لون طعام هحطه هنا برضو مع العسل ده نفس اللي شوفتوله ان انا بعمله دلوقتي اه نصف كيلو عسل ابيض اه كيلو عسل كولوكوز الوادية ده يا اما عسل ابيض اما عسل كولوكوز يعني او ماشي اه بس احط بقى هنا ايه بس كبيرة السكر انا زي انا عملت اعمله دي كبان بتبقى سهله وحلو او انا كده حطيت هنا كل حاجة خلاص اللون فيه اللون اللون البرتقالي او اللون حسب ما انتوا عايزتت تلونه الجوزية هحط اللون هنا على العسل اللي انا عملته تقيل بعسل النحل او بعسل الكولوكوز اهو كده حطه على النار يسخن اهو بيصدق يبرد ده ازوده حط الزب ده بس اشان تديني تراوه فيها واروح حط ايه جوز الهند برضو نفس الحكاية احط الغاية ما ايه يلزق معايا طبعا ده هياخد كمية حلوة كمية دي حتاخد حوالي نص كيلو من جوز الهند تلزقهم في بعض ولازم برضو زي ما عملت في العلف يبقى جوز الهند هو اللي كتير مش العسل تمام؟ اهو نشيلو من على النار ده يسخن اهو وازود جوز الهند اهو وقلب فيها لغاية ما يمسكوا في بعض وحورهم لك بقى ايه بعد الفاصل والفاصل والواصل بصوا بقى احنا هنا كنا عاملين ايه ادي بص الجوزية اهي انا حطتها على كيس كده من البلاستيك اللي مدهوم بالزيت وحطتها بالشكل ده انا عملتها ازاي دي انا خدت هنا انا عملت نفس العسل اللي عملته اللي هو كان عبارة عن كباية من انا طبعا كان متاني بالعسل الناحل بس انا عملت المقادير اللي عادية لو عادت مليه بعسل الناحل يعمليها بس انت مرة تانية عالك بعسل الناحل برضو خدت كباية من السكر عليها نص كباية من المية غالتها ده للتنين واخدين بالكو ده ولده خدت كباية من السكر نص كباية من المية غالت كويس قوي على رشة الملح اللمون وصفتها غالية كويس قوي غالية مرض القوام بتاعها هنا انا هتحط لها ايه معلقة زبدة كبيرة معلقة زبدة ايه كبيرة ولون طعام انا هتحطت احمر راح مديني او برتقالي او اصفر ايه لون انت عايزاه وقلبتها كويس جدا مع الزبدة مع العسل اللي عقد معي وبعد كده هتحط عليها جوز الهند لغاية ما ايه خدت الكمية كلها لغاية ما تحس ان هو لزق وبقاش كلها عسل بقت كلها ايه جوز الهند بعد كده خدتها على الكيس ده فردتها كده بالنشابة وهي بتبقى دافية يعني مش بتستحمل معاك وكمان برضيها جوز الهند زبيد منها عليها مش عايزة بلاش دي ما انت عايزة وبحطها كده بالشكل ده اهو سهلة خالص عايزة تعمليها مدورة برضو اقراص برضو عمليها عايزة تعمليها مكعبات ده ما انا هعملها دلوقتي او اسمها ايه بصوا الجمال بقى بتاعها كده طبعا زي ما قلتك هتحتفظ بيها هتعملي ايه بين كل واحدة وواحدة هتروحي حطك بلاستيك لازم كيس بلاستيك موسيقى 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 موسيقى